مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع حلقة الماضية حكينا عن استعجار الشقة وإيجاد مكان للسكن طبعا موضوع التعفيش هذا شيء بيجي ساعة وقت بسيط مش مشكلة كبيرة بتعرفشو شوية شوية لكن اليوم حنحتي عن شغلة مهمة لازم تسووها بعد ما تجدوا السكن وهي موضوع خليكم معي بعد الرابط هحكي لكم هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا السن نمبر السن نمبر هو عبارة عن رقمك الضريبي اللي موجود في كندا يسموه سوشيال انشورانس نمبر هذا السوشيال انشورانس نمبر مهم جدا انك تعرفه رح يعطي لكم بطاقة بيضاء حطي لكم صورة الى هون لكن السن نمبر مهم جدا انك تعمل اول ما تيجي بتروح على منطقة ممكن تسوي بطريقتين ممكن تروح كشخص انت وزوجتك وكل الطفل معك وعمره اكبر من 18 عشان يوقع على الفورم او بممكن تسوي عن طريق البريد اللي بتسويه بتروح على الشغل اللي اسمها سيرفيس كندا مش سيرفيس انتاريو ولا سيرفيس البرتا سيرفيس كندا بتروح عليهم بتاخد معك بس جواز السفر وعنوانك طبعا عشان يبعتوا لك البطاقات وبتاخد معك الورقة اللي دخلت فيها كندا اللي بسميناها الاندينج بيبر او الاندينج الامم 15-20 هاي بتاخدها معك وبتروح عليهم بيعملوا لك كل الاوراقهم والفورم بتعبي انت وياهم وبقولوا لك ببعطوك ورقة تيمبوري او وقت مؤقت الرقم تبعك وبيبعتوا لك الرقم عن طريق بطاقة البطاقة هاي مش لازم تحفظها معك في كل مكان بس هاي بتساعدك لما تقدم على الملف الضريبي بتساعدك لما تروح تدور على شغل لانك بدك اياها عشان المشغل يعرف يبعت لك الورقة الضريبية فهاي تتعطيها عادة للمشغل للبنك مهم جدا اذا بك تفتح حساب في البنك عشان تقدر تربطها بحسابك الضريبي فهذه الخطوة الثانية والمهمة بعد استئجار البيت انك تروح تعمل سين نمبر طبعا هم بدي ركز على شغلة انه هذا السين نمبر لازم يضلوا السكرت معك ما يعرفوا ناس لانه ممكن يستغلوا وياخدوا ويستغلوا رقمك الضريبي ويعملوا عليه قروض او اشياء زي هيك فلازم بس يعرفوا الناس محددين مثال صاحب العمل او البنك بيعملوا لك شغلة او خدمة اللي هي بعطوك او بيعملوا لك فورم عشان مساعدات الاطفال اللي بعطوها للاطفال اللي هي لكل الاطفال اللي عمرهم 18 فما اقل بيعملوا لك فورم وهذا الفورم بروح على سي ار اي و سيربس كندا وهم غاد بيعملوا لك اياه وبصيروا يدخلو لك المبالغ على حسابك كل شهر حسب الحسبة تبعتهم منهم حسبة قديش دخلك طبعا انت دخلك صفر رح يكون في البداية فعشان هيك بيحسبوا هاي الحسبة وبصيروا دخلو لك على كل طفل حسب عمره برضو حسب عدد الاطفال فهاي الشغلة مهمة جدا اللي هو السين نمبر والسوشل انشورنس نمبر والاطفال نراكم في حلقة ثانية وسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد